مساء الخير يا اهل الخير كيراكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبسحة جيدة وبافضل الاحوال ان شاء الله نكون مسيت عليكم بالهنة والفرح والسرور دائما نبدأ وبالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام صلوا عليه وكما العادة مع الوصفات الرائعة جبت لكم اليوم واحد الوصفات تقليدية وقعر الناس تبغيها ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم اذا عجبتكم ما تنسوش تباطجوها محبباتكم وتجبجمون عليها وتخلو لي رأكم عليها في التعليقات اذا جربتوها ولا اذا عجبتكم وتدركوا على زل جرس ليصلكم كل جديد وكل وصفات الرائعة وبالنسبة الوصفاتي اليوم جبت لكم واحد البركو كسبنين بالبزاف بتاع النفاس يجيبنين بالبزاف بالتعمير بتاعه والدرساء اللي يدوقه ما يشبعش منه وهم كذلك بطريقة سهلة وبشرح مفصل يعني اي واحدة النجم تديرها نروح نشوفوا طريقة التحضير والمقادير على بركة الله نبدو بالمقادير على بركة الله نجيبو كسرناتا ننضيرو فيها شوية زيت مع زوج حبات التعبصل يكونو كبار شوية مع ربع فصات تاعتوم زوج حبات على الجازر وزوج حبات على اللفت وزوج حبات على القرجات وبعدها نزيدو زوج حبات التعطا ماطم يكونو كبار شوية مع مغرف كبيرات على مارغارين وزوج حبات تعباطا يكونو متوسطين الحجم وبعدها نجيبو الدجاج يكون الاحساب المقدور اذا ما كاشا عندك ما توفرت نجمي ديري في البركوكس ديري غير فيونضاشي وبالنسبة للتوابل ندرت ففلة كحلة وففل احمر نورمال ففل احمر حار مع سركي نجبير مع راس الحانوت مع توابل تعل البركوكس مع شوية تعز عفران مع كوركم مع وحدة نجمة وشوية كبابة مع وحدة يعني قفة العود ومغرف كبيرات على طماطين مصبارة ونخلط قع المقادير معا بعد وبالنسبة البوكاسي والفول احنا نديرو فيه كيكوطة ونزيدو عليه شوية ما ونخلوه طيب بلا ملح وبعدها نطفو عليه ونضيفوه البركوكس يعني في الخطوات القادمة اما بالنسبة الحموس هناك نعدي طيب اذا ما كاشا عندك طيب يعني طيب بها قبل وبعدها نجيبوه النايا ربطة تكون فيها كرافس وشوية ماعد نوس وشوية قصبر ونمرقو على البركوكس تعنا ونضيفو النص مغرفة كبيرة تع الملح ونخلوه طيب هنا يعني طيبوه بلا سفارة وتخلوه طيب حوالي نص ساعة ولا ساعة يعني كيما تعرفو باللي الخضاء يعني طبنا بالخف وبعدها نجيبو البركوكس تعنا كيما كنتشوفوه انا استخدمت هاد نوعية جيدة جدا يعني مفتولة هنا ينشمخو البركوكس تعنا ونخلوه يكترنا مليح تينشف ونضيروه يتفول مرة الاولى بعد ما يتفولكم المرة الاولى نضيرو عليه هنا يا مغرفة كبيرة تعزيت مع شوية على الملح ومع شوية نرشو عليه شوية على الماء ونخلوه يتفور للمرة تانية وبعد ما يتفولكم المرة التانية هنا نضيفوه مغرفة كبيرات على مرقارين ونخلطوه مليح ونخلوه على جيهة ونكملوه باقي المقادير وبعدها نروحو نحضروا الدرسة تعنا هنا بالنسبة للدرسة نديرو فيها شوية قصبر شوية معدنوس مع شوية عطوم ونضيرو قاعدة بلدرناهم في البركوكس منديروه شغيل في فلاح حمرة وزعفران ونزيدو كذلك شوية على الماء باش ينطح لكم المليح نطحنوه بالميكسر حتى تتحصلوه على هذ القاوم ومن بعدا نديرو في كونبريس تعال فينا ونغلقوه مليح ونخلوه على جيهة وبعد ما نطابلوه خضرات تاهي نقلوه الربطة تعال معدنوس ويعني الكابابة وديك القرفة وقاع ونقلعو الدجاج ونضيفوه هنا البوكاسي والفول بعد ما كنا طيبناه ونطحنو مليح البركوكس تعنا يعني بالميكسر نخلوه على جيهة وبعدها نجيبوه هنا كمية تاع الفيونداشي نكونو متبلينها مليح ونضيفو لها شوية تاع المرقة تاع البركوكس ونخلوها الطيب حوالي عشرة دقايق ونضيفوها البركوكس وبعدها نعاودو نرضو البركوكس تعناي طيب نضيفو له شوية تاع الحموص لي كنا مطيبينها من قبل مع ذيك الربطة تاع الدرسة اللي كنا حضرناها تاني كمقبل مع واحد ما جيكو تاع الدجاج مع شوية عطرياتة تاع البركوكس شوية سلكين شبير شوية قرفة بودرة ونحطو البركوكس تعنا مع نصف مغرف كبيرة تاع طماط المصبارة ونخلوه هي طيب شوية ونطفو عليه وبالنسبة للتعمير تاع بركوكس هالتعمير ابنينا بالبزة فهنا ينجيبو حبة بصل تكون متوسطة لحجم نقطح الى قطع صغيرة مع زوج مغرف كبار تاع مارغارين ونقليها مليح ونضيفلها زوج مغرف كبار تاع السميد يكون محمص مع زوج مغرف كبار تاع الشابلير ونقليهم مع بعض حوالي دقيقة وبعد ما يبردولين نضيفلهم ديميل يعني تاع الفيونداشي مع شوية تاع القصبر شوية معدنوس مع زوج فصات تاع التوم وبالنسبة للتوابل درت شوية ففلة كحلا وشوية سكين جبيع وشوية كوركم وشوية توبل تاع اللحم مع شوية راس الحانوت وشوية قصبر بودرة مع شوية فلفل احمر حار ومعها كذلك شوية تاع الملح مع تلت حبات تاع البيض ونخلط قاع المقادر مع بعض ونضيفلهم مغرف صغيرة خاميرة كيميائية مع نصف كاس تالح لي بالكاس لي عبرت به هو كاس تعلاتي خاص نتحصل على مقادر يعني يكون بهذا الشكل وبعد هنديرو في الورق الشفاف اللويه بهذا الشكل اللويه يعني في الورق الشفاف المرة الاولى ونعاود يعني ندوب للورق الشفاف باش التعمير تاعكم ما يخرج لكم مش كيتفوروه ونضيفوه ايضا يعني في الاليمينيوم ونخلوه يتفورنا يعني حوالي خمس دقايق ورح نوري لكم بعد ما يتفورنا يعني كيفاش يكون وبالنسبة يعني المقادر اللي استخدمتهم استخدمتهم يعني تاع افراد قليلة ثم اذا بيتوا تكتروا يعني الكونتيتي يعني تبلوك على المقادر انا بعد ما فورته رح نوري لكم الشكل التاعه انا كما راكم تشوفوش الشكل التاعه رائع يعني اي وحدة نجم تديره يعني اذا ما كنتش تعاف يديري التعمير ودرسي هاد يعني هاد الوصفة رح ينجح لك رح يجيك رائع بالبزاف ويجي الشكل التاعه بنين بالبزاف يعني تستحق التجربة وهذا هو الشكل التاعه بعد ما طيبته يعني يجي بنين بالبزاف فان شاء الله يكون شهيدكم في الجنة يعني هاد الوصفة تستحق التجربة تتهم قاع الشرح يعني شرح مبسط اذا ما فهمتوش حاجة يعني فالشرح خلوا لي كومنتار رح يعني يجيب كل الاسئلة التاعكم ان شاء الله هتجربوا هاد الوصفة واذا عجبتكم ما تنسوش تبارتجوها محبباتكم وتجي مجمون عليها وتخلو لي اكمع عليها في التعليقات اذا جربتوها واذا عجبتكم اقدركوا على زي الجرس ليس لكم كل جديد وكل وصفات رائعة وشهية طيبة اشتركوا في القناة